السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الاسم زكريا يحيى قايد الدهوة يمني الجنسية طالب دكتوراه في شعبة الدراسات اللغوية قسم اللغة العربية كلية الأداب جامعة عين شمس القصيدة بعنوان كتاب الأفق وهي مهدات إلى مصر السلام مصر المحبة والخير والجمال بدأ القصيد فعطرها يتضوع من الظلوع فهام فيها المطلع أحبيبتي والحب يسأل من أنا ذكر الحبيب فخر قلبي يضرع من أرض حمير قد أتيتك مغرما أرض الكنانة ليس قلبي يشبع من شامنا وعراقنا وخليجنا أرض الكنانة طاب فيك المجمع يا مصر يا صدر الحنان وقلبه شريان نيلك في عروقي يرتع هذه المآثر والمتاحف كلها أجراس حب في فؤادي تقرع تاريخ هذه الأرض قبل حروفنا تاريخ هذه الأرض قبل حروفنا فترابها كنز وماس يلمع قاموس هذه الأرض تعجز أحرف عن جمعه فضياؤها لا يجمع مصر السلام مصر السلام وهل لبيت حمائم إلا أمان الروح صدر يخشع إن تهبطوا مصر الجمال فإنما جنات أرض الله فيها تزرع من قبل تقويم الزمان تجاوزت تاريخ هذا الدهر فيما طوع هيروغليفي يؤرخ لحلة هيروغليفي يؤرخ لحلة رقمية لحضارة قد شرع هذا صلاح الدين يعلن نصره هذا صلاح الدين يعلن نصره للعالمين فنور علم أرفع منصورة منصورة برجالها ونسائها إن رقمنوا أو أبدعوا هذا كتاب الأفق هذا كتاب الأفق ينظم أنجما هذا كتاب الأفق ينظم أنجما عقدا من التاريخ مجدا يصنع لا تعجبوا إن النجوم إذا غفت لا تعجبوا إن النجوم إذا غفت صدح الصباح فمصر شمس أسطع إني غريب الدار إن فارقتها فالقلب يذوي والمآقي تدمع يا مصر يا مصر إن قصرت يوما إنما حبي لأرضك قد يذود ويشفع